بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على السيد الخلقي والمرسلين طلابي طالباتي الله يبدو عنكم ويبارك فيكم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جيل 2008 جيل علامة الكامل بإذن الله تعالى لازمنا أنا وياكم مكملين بالحصة الثانية في مادة فيزياء الأول الثانوي بلشنا أنا وياك في الموضوع الأول اللي هو اسمه الشغل والقدرة بهذه الحصة بإذن الله تعالى مكملين أنا وياك بس رح نشرح شوي على كتابك علشان تعرف وتشوف بعينك إنه إحنا ما بنمرق إشي بكتابك إلا بنشرحه بالتفصيل وإن شاء الله تعالى فالكم النجاح والله يوفقكم يا رب في موادكم الوزرية الأربع وتطلعوا مبسوطين وراضين في نهاية الأول الثانوي على النتائج اللي حصطوها بإذن الله تعالى طيب شباب بنات ما بدنا نطول كثير بدي منكم تعملوا لكم إش تشربوا أكزوا وصحصوا مع اللوح في كل كلمة بدي أحكيها لأنه كل كلمة بدي أحكيها مهمة جدا بسمك اللهم نبدأ مستعدين إن شاء الله تعالى توكلنا على الله حكينا أنا وإياكم إنه رح مبلش بدرس اسمه الشغل والقدرة بندرس بالأول الشغل بعدين بندرس القدرة بعدين بنقارن بينهم تمام 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 إذا أولي شبنا ندرس شباب بنات الشغل يا عين عليك ركز معي منيح طلع شو بقولي هنا بقولي يرتبط مفهوم الشغل بتأثير قوة في جسم وتحريكها له كيف يعني يا أستاذ ركز مع منيح هيا أنا عندي جسم قدامك شو هالجسم هذا شو هالجسم يا أستاذ حتى رسم شو مالك يا أستاذ أستاذ ركز منيح ركز يلا هاي عندي جسم قدامكم تمام تمام هذا الجسم أثرت عليه قوة مقدارها أف فبقولي يرتبط منفهوم الشغل بتأثير القوة في جسم هاي قوة بتأثر في جسم طلع لها الكلمة ما أخطرها وتحريكها له يعني هذا الجسم لازم يتحرك لازم يتحرك عشان أنا أعتبر إنه صار في عندي شغل بقولي مفهوم الشغل بيرتبط تأثير قوة في جسم لازم هذا الجسم يتحرك عشان أعتبر إنه هاي القوة اشتغلت عشان أعتبر إنه هاي القوة أنجزت إذا هالقوة ما أنجزت وحركت الجسم الجسم ما إلو شغل شباب بنات تمام تمام إذن لازم الجسم شباب بنات يتأثر على القوة الجسم هذا لازم يتحرك شو لازم يصير فيه لازم يتحرك تمام 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 نكمل فإذا فإذا أثرت قوة مقدارها F في جسم إذا أثرت قوة في جسم يعني عليك وأحدثت له إزاحة يعني هذا الجسم هذه القوة أثرت في جسم حركته إزاحة تقريباً 2 متر تمام 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 اتجاهها غير متعامد طلعاً لها المعلومة هاي ما أحناها اتجاهها غير متعامد مع اتجاه القوة يعني الشرط إنه يكون الاتجاه الإزاحة غير متعامد مع اتجاه القوة أستاذ شو يعني اتجاه الإزاحة غير متعامد مع اتجاه القوة إيش يعني يا أستاذ يعني شباب بنات ركز معي منيح يعني شباب بنات إنه تكون القوة والإزاحة ما يكون الزاوية بينهم تسعين تمام لما اقول متجه الازاحة متعامد مع متجه القوة شو يعني؟ يعني الزاوية بينهم تسعين درجة هو بيقول لك اتجاهها غير متعامد يعني ما بده تكون اتجاه الازاحة واتجاه القوة الزاوية بينهم تسعين تمام 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 نكمل ورحت انت تعال يلا فان هذه القوة تكون قد بذلت شغلا على الجسم هاي القوة هاي القوة اللي قدامكم بتكون بذلت شغل على الجسم ليش؟ لانها اثرت فيه وحركت ازاحة هاي القوة انجزت حركت الجسم من الى تمام 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 يلا نكمل هون بيقول لي وقد تعلمت في صفوف سابقة وانا بقص ايدي اذا فيكم واحد كان مصحصح في الصفوف السابقة شو تعلمت في الصفوف؟ حساب الشغل الذي تبذله قوة ثابتة عندما يكون اتجاه الازاحة باتجاه القوة المؤثرة مثل الحالة المبينة بالشكل هاي الشكل شباب بنات تمام نرجع له طيب طيب شباب بنات خلص هس هون بقول لي في هذا الدرسة تتعرف كده وابصر ما احنا بنقصنا نتعرف يا زلمة خلص خشل على السؤال الاول يو متى يكون شغل القوة صفرا متى بيكون مقدار الشغل صفر شباب بنات متى انا بس سألك سؤال متى مقدار الشغل هذا الشغل شايفو هذا الشغل متى بيطلع معك الجواب صفر متى تعلمت بالقانون انا وياك ونشرح بالتفصيل يلا هي القانون الشغل يساوي شو يساوي شباب بنات القوة المؤثرة في الجسم ضرب الازاحة اللي تحركها الجسم ضرب كوساين الزاوية بين القوة والازاحة خلصنا خلصنا طيب سؤالي لكم متى مقدار الشغل بيطلع معاكم صفر عندي حالتان اثنين بيطلع معي مقدار للشغل صفر شو هم من حالتان يا استاذ لؤي حلقة هو شو بيقولك متى الشغل القوة هاي بتطلع صفر يعني هذه القوة سيبنا منها مانحكيش عنها احنا متى الجواب بتطلع عندها صفر يا استاذ اول خيار انه الازاحة تكون صفر تمام احنا متفقينا وياك اذا اثر القوة في جسم وما في ازاحة ازاحة صفر ما تحرك الجسم ازاحة الشغل صفر ما في مفي شغل تمام تمام لانه القوة هاي ما ما انجزت ما حركت الجسم ما عملت له ازاحة ما انجزت شغل صفر تعال نثبت تعال نثبت يلا هاي الشغل يساوي او غير اللون بده غير اللون يلا شو نختار يلا هاي اللون هذا الشغل يساوي القوة الماثرة بالجسم نزلها الازاحة قديش الازاحة صفر اثن ضرب صفر ضرب كوساين الزاوية بينهم طب استاذي العزيز صفر ضرب قوة صفر صفر ضرب كوساين صفر بعد فشي opinions فشي تدربون بصفر سفر سفر ضرب الطاولة اللي قدامي صفر سفر ضرب اللوح اللي قدامك صفر تمام عجم الحالة الثانية انها تكون الازاحة شو صفر يا سلام لما تكون الازاحة صفر معناته ما في شغل الشغل صفر يا عين عليك الحالة الثانية لما تكون ركز معي منيحون يلا لما تكون شباب بنات الزاوية بين القوة وبين الازاحة تسعين درجة بتحداك انه الشغل يطلع معانا صفر تجي نجرب يلا تعالي نجرب الشغل يساوي القوة المؤثرة على الجسم هيها ضرب الازاحة هيها ضرب كوساين التسعين درجة شباب بنات هذا المقدار كل ياته كوساين التسعين صفر طيب نكمل الشغل يساوي القوة المؤثرة في الجسم ضرب الازاحة ضرب صفر أي شي ضرب صفر شباب بنات صفر فالشغل هنا يساوي صفر يعين عليك إذن الحالة الثانية إذا كان الزاوية إذا طلاحها إذا كانت الزاوية يعيني عليك الزاوية بين بين شو؟ بين القوة والازاحة اللي هي دي هادي تمام؟ والازاحة شو تسعين درجة لما تكون الزاوية تسعين درجة الشغل بدي يكون صفر خاوة تمام تمام؟ تمام تمام واساسا إيش حكي لك هنا اتجاه هو غير متعامل مع انتجاه القوة عشان يكون في عندي شغل لازم تكون إتجاه القوة وإتجاه الإزاحة غير متعاملين شو يعني غير متعاملين؟ يعني الزاوية بينهم مش تسعين درجة لو كانت تسعين درجة فش شغل طيب منيح طيب منيح تعالوا أنا وياكم ننزل لتحت سؤال سريع لكم هاي في عندي واحد بجرنف بيكم عمرك إن حطيت موقف بالطريق بلا معلم ممكن دفشة كنا نحطنا بهذا الموقف تمام تمام؟ طيب هذا الزاوية يتفش في البيكم البيكم عم بيتحرك شايفو هايو عم بتحرك بإزاحة معينة فيه شغل هذا الزاوية يبدل شغل على البيكم آه يبدل شغل ليش؟ لأنه البيكم قاعد عم بتحرك عم بيقطع إزاحة لكن لو اللي جوه البيكم حب يتناذل على الزاوية اللي بدفع وداعس بريك كمعلم الزاوية بدفع بدفع انشاله ويدفع بس الزاوية داعس بريك قدمه وندل تمام؟ فشو بصير هيك شباب بنات؟ الزلمة هذا ما رح يقدر يحرك البيكم طالما الزلمة هذا ما قدر يحرك البيكم ويخليك طعق إزاحة معينة هل هذا الزلمة اللي قدامكم هذا شايفينه؟ هل هذا الزلمة بدل شغل على البيكم بتقول لي لا يا أستاذ لأنه باختصار ما حرك البيكم هذه المعلومة توقع يعني فرمناها بالتفصيل صح ولا لا؟ صح طيب نكمل شباب بنات أول شيء شو بدي منك؟ بدي منك تعملي على هاي الرسمة ليش لأنه هون بيحكي لي عن موضوع اسمه التحليل التحليل انت بهذا الدرس ما رح تستفيد منه لما نشوف وندخل على الدرس انت حتستفيد منه حشرح لك يا بالتفصيل وعلى فكرة ساسا موضوع التحليل مشروح على قناتي بالتفصيل في 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 التأسيس تمام؟ فهذا ما رح نستفيد منه هسا خلينا إحنا هون بوعدك انه هذا هسا حاليا ما بنستفيد منه أبدا التحليل هسا ما بتستفيد منه طيب نقولة يا رب بهالي الرسمة بيقول لي في صندوق خشبي هاي قديمك شايف صندوق الخشبي هاي قدامك هذا الصندوق الخشبي أثرت عليه قوة بشكل ما يعني في قوة متسحبه بشكل ما بينما انو هذا الصندوق الحشبي عم بيحكي لي انو عم بيتحرك باتجاه البلاس اكس لو قلت له احسب لي الشغل المبذول على هذا الجسم هتحكي لي الشغل مبذول على هذا الجسم وعبارة عم مقدار هذه القوة يا سلام مضروف يا الازاحة التي قطاها الجسم في كوساين الزاوية كوساين الزاوية بين القوة وبين الازاحة تمام 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 طيب عندما تؤثر قوة ثابتة مقدارها F في جسم تحركه ازاحة مقدارها D كما في الشكل الفوق فان الشغلها يساوي ناتج الضرب القياسي ركز على كلمة الضرب القياسي لمتجه القوة فمتجه الازاح عركز حشان يعرف ماذا عقصد تضرب القياسي شباب بنات ضرب بالفيزياء بالفيزياء نوعين النوع الاول والنوع الثاني النوع الاول اسمه ضرب قياسي يا عين عليك النوع الثاني اسمه ضرب متجهي يا عين عليك أعطيك مثال ع الضرب قياسي A ... B أعطيك مثال ع الضرب المتجهي A ... MINomi دوت هذه بنات هذه بنات شباب دوت هذه بنحكي عنها ضرب قياسي لما نيجي نفكها ونشيلها يعني نمسكها ونرميها لازم نحط كوساين الزاوي اما في الضرب المتجهي الكروس هاي هي الكروس هاي هاي شايفينها هاي الكروس طال كلمة كروس كيف كتبناها ما علينا عشان نمسكها ونشيلها ونكبها نحط بدلها ساين الزاوي تمام 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 هو بقول لك انه فان شغلها يساوي ناتج الضرب القياسي لمين لمتجه القوة هاي متجه القوة هاي الضرب القياسي في متجه الازاحة هاي خلصنا طيب شباب بنا تركز مع الميح الشغل يساوي شغل القوة يساوي القوة المؤثرة في الجسم دوت الازاحة اللي قطحها الجسم فك الدوت بدك تحط كوساين اجباري فالشغل باختصار بطلع معانا طلع الشغل يساوي القوة المؤثرة في الجسم ضرب الازاحة اللي قطحها الجسم في كوسان الزاوية بين القوة وبين الازاحة هذا القوة مش غريب عليك شرحنا بالتفصيل ولا لا صح طيب نكمل شباب بنات نكمل شباب بنات طبعا هسا هون بدي يبلش يرغي بكلام انا شارح لك يا في الحصة الاولى هذه المعدل اللي عام اللي حسب الشغل مليش فيك زمان احل عنا ناكسك طيب نيجي هسا على اول سؤال طلع اه دقيقة 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 ركز مع الميح اهم اهم عبارة في هذا الحكي لكلو الملوش فايدي اللي بدأقول لك يا هسا اول شي انا وياك اتفقنا انه الشغل وحدته جول نسبة للعالم جول تكريما لقله صح ولا لا صح طيب طلعهم شبقول لي طلع طلع هاي اهم كلمة ويعرف الجول شو هو الجول ممكن تجيك سؤال وضح المقصود بالجول تمام عشان تعرف توضح المقصود بالجول ركز حبيبي تمام طيب ويعرف الجول بانه الشغل الذي تبذله قوة مقدارها واحد ان يوتن عندما تؤثر في جسم وتحركه ازاحة مقدارها واحد متر استاذ مش فاهم اشي والله اني يعرف تعال تعال فاهمك بالتفصيل يا حبيبي طيب هسا بدأ اتحداكم تحدي انا وياكم بتراهنوا انه الشغل يساوي الجول او بلاش بتراهنوا ان الجول يساوي الشغل استاذ ما لك انها بلت يا استاذ انت علمتني ان الجول وحدة الشغل الجول شو وحدة الشغل لأ انا بقولك كمان ان الجول يساوي الشغل وبتحداك كمان تيجي اثبت لك تعال اثبت لك وركز معي انا بقولك انه الشغل يساوي الجول والجول يساوي الشغل وقفوة وأتحدى تحدي أي ركز مع المليش احي campaعون الشغول Gr PE يقعون القوة المؤثرة في الجسم ضرب الإزاحة Alb فيomi أولا أنه التجاه القوة بإمتاح الثونة التجاه الثونة ضد إليه 0 وكوسين 0 1 لم ي Roux أعوذي قانون الشغول يقعون القوة المؤثرة العمل ضرب الإزاحة المؤثرة ضرب الإجاحة اللي إيمات Sc تمام 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 تعال نطبق يلا الشغل يساوي لو كانت القوة شباب بنات مقدارها واحد ان يوتن وبدي اعتبر كمان انه الازاحة اللي قطاها الجسم كمان مقدارها واحد متر تعال نعود الشغل يساوي القوة مقدارها واحد ضرب الازاحة قديش تساوي برضو كمان واحد طيب ممتاز اذا الشغل يساوي واحد ضرب واحد واحد شو وحدة الشغل شباب بنات جول طيب ممتاز طيب ركز معي واحد ضرب جول جول اي شيء تضربه في واحد هو نفسه الشغل يساوي جول ولا لا بنات او الجول يساوي الشغل ولا لا بتحكيله استاذي العزيز اه الجول يساوي الشغل بس بشرط انها تكون القوة المؤثرة في الجسم بما يجب الان بمقدارها واحد اتاحة المؤثرة في الجسم كمان واحد متر عشان يطلع معك الجول يساوي الشغل اذا الجول يساوي الشغل اذا كانت القوة المؤثرة في الجسم واحد نيوتن والازاحة المؤثرة في الجسم واحد متر حمتوها توقع حمتوها مية بالمائية يلا نقول بسمك الله وما نبدأ هذه هي المعادلة الى حساب الشغل ماناش فيها هذه العباره مهمة جدا هستتعلي عند سؤال فكر تبا بقول لي عندما ادفع جدارااااااااااااااااااااااا ادفع في هذا الجدارااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا تمام تمام من مكانه لا استطيع تحريكه من مكانه فانني فيزيائيا لا ابذل شغلا عليه يا عين عليك انت زال مسفاح كيف عرفت طيب فلماذا اشعر بالتعب اذا ليش انا بس ادفع جسم ادفع بنزل بنوزني خمس كيلو عرق وانا ادفع فيه مع اني ما حركت بالمرة يعني انا لما اقول ادفع الحيط اللي قبالي لو بادفعها من هون لبقرة حركها مش حركها بس رح تيجي علي تلاقيني ذايب من العرق صح ولا لا صح طب بما اني انا تعبت هاي طلع فلماذا اشعر بالتعب اذا انا مب liderت شغل طب ليش انا بشعر بالتعب هذا التعب شو سبابه شباب بنات طلع معي مئ بالمئه عشان تفهم شو سببه وركز معي مني حكتب اليوم هاضي شباب بنات انا علشان ادفع الحيط واني اللي قبالي لازم عضلاتك تشتغل عضلاتك لازم تشتغل يعني انت عشان تدفع الحيط هتدفع الحيط بعضلاتك تمام ولا لا يعني عشان تدفع الحيط لازم عضلاتك هاي تشtschaftل صح ولا لا صح عشان عضلاتك هاي هاي عشان عضلاتك تشتغل لازم لازم ننقل الدم عليها شو لازم علشان عضلاتك تشتغل لازم ننقل الدم الها علشان تشتغل عضلاتك لازم ننقل الدم الها تمام يزماين احنا هون علشان عضلاتك تشتغل لازم تنقل الدم الها مية بالمية انا علشان ادفع الحيط لازم عضلاتي تشتغل علشان عضلاتي تشتغل لازم انقل الدم لالها تمام تمام طيب علشان ننقل الدم الها لازمنا قوة شباب بنات عشان نمسك قطرات الدم من القلب نوديها على العضلة ونقطع ازاحة معينة بدنا قوة صح ولا لا بدنا مين يحمل الدم هذا ويوديه على العضلات صح ولا لا صح شفت القوة هاي اللي بدنا اياها بنخذها من جسمك عشان هيك انت بتتعب كيف احياء معلم كمان طيب منيه اذا هذي القوة بنخذها من جسمك فانت بتتعب اعيد بلا بشكل اخير بلا عليك هسا هتفهم مية بالمية علشان انا ادفع حيط علشان انا ادفع حيط ركز معي ميح علشان انا ادفع حيط لازم عضلاتي تشتغل علشان عضلاتي تشتغل لازم ننقل الدم لهاي العضلات علشان ننقل الدم من هاي العضلات لازمنا قوة عشان ننقل الدم من القلب للعضلة بدنا قوة بدنا حدا ينقلها صح ولا لا هاي القوة من وين بنجيبها 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 بين جسمك فانت بتتعب فهمت فهمت او لا فهمت فهمت يلا اذا شباب بنات الشغل المبذول على الحياة صفر بس فيه انت بداخلك شغل فهمت علي الجسم والدم واللياف العضلية هاي كل هاتها تشتغل انت تمام تمام طيب بس بقول لك ما الشغل وضح المقصود بالشغل بتاعه ولا بقول لك موضح المقصود بالشغل شغل والشغل وما وحدة قياسه بحسب النظام الدولي للوحدات شباب بنات انا وياكم اتفقنا انه دائما وابدا دائما وابدا الشغل الشغل او مش الشغل اي كمية فيزيائية مطلوب مني تعريفها مو شرط اكون حافظ تعريفها تمام لا يا حبيبي لا ابدا شو لازم تكون عارف بس حافظ القانون لانه احنا دائما وابدا بنجيب التعريف من القانون تفاهم علي احنا مثلا سأني وضح المقصود بالشغل إذا اذا ا PBH وظح لحط قانون الشغل فقط شكرا لي لك هان قانون الشغل frågor يسأوي القوة المؤسسة في الجسم ضر بالايزاحة الكوة دائما تقطعها جسم على اعتبار انه اتجاه القوة واتجاه الازاحة بنفس الاتجاح تمام 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 قرالية يلله يلا فضل قرالي يلا فضل القرالي يلا الشغل هو او ناتج او يساوي او حاصل القوة المؤثرة في الجسم ضر ضر الإزاحة اللي قطاها الجسم أو الشغل هو الشغل هو القوة المؤثرة في الجسم لإحداث لعمل لإحداث إزاحة للجسم قلصنا تعرف الشغل من القانون طب شو وحدة الشغل شباب بنات جول نسبة للعالم جول تمام 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 طيب ركزوا معي منيحون هنا بدأ شرح لكم شغلة عسرية طيب شباب بنات ركزوا معي منيح معلومة كثير مهم لإلك عشان تكسبها وتأخذها لإلك ركز مع منيح يلا اللي بركز بيكسبه السرحان راحت عليه يلا شباب بنات أنا عندي جسم شايفين هذا الجسم هاي قدامكم هذا الجسم بتحرك باتجاه البلاس إكس هذا الجسم عم بتحرك باتجاه البلاس إكس دائما شباب بنات أي جسم بالدنيا بيتحرك على سطح هذا الجسم بتحرك على الأرض صح ولا لا؟ في احتكاك بين الصندوق والأرض الصندوق هذا الجسم اللي هو الجسم بيحتك بالأرض وهو ماشي والأرض بتحتك بالصندوق طب لو سألتك سؤال إنت لو مثلا صندوق فقعتو شرلوت زيك الصندوق حيسحل صح؟ ليش بعد فترة رح أوقف الصندوق بتقول لي أستاذ لأنه في قوة احتكاك تحتك بالصندوق والصندوق بيحتك بالأرض فرح أوقف الصندوق صح ولا لا؟ صح؟ فدائما وأبدا شباب بنات عندي قوة احتكاك بين الجسم وبين السطح اللي ماشي عليه صح ولا لا؟ صح؟ طب لو أجيت سألتك أنا سؤال بسيط لطيف على العقل خفيف وين اتجاه قوة الاحتكاك؟ اسمع لي القاعدة؟ دائما وأبدا اتجاه قوة الاحتكاك عكس اتجاه حركة الجسم عكس اتجاه حركة الجسم يعني الجسم بتحرك باتجاه اليمين، صح ولا لا؟ صح نيعين عليك قوة الاحتكاك مباشرة عكس حركة الجسم الجسم تحرك باتجاه اليمين قوة الاحتكاك عكسه طب شو رمز قوة الاحتكاك يا أستاذ؟ أف جنبها اكتص غيره 25 frame امورنا 100 بالمئين لو اجيت قلتلك احسب لي الشغل اللي بذلته قوة الاحتكاك على هذا الجسم وتقول لي وليهمك يا استاذ قانون وعوض الشغل يساوي قوة الاحتكاك اللي اثرت على هذا الجسم ضرب الازاحة لقطاع هذا الجسم ضرب كوساين الزاوية بين قوة الاحتكاك والازاحة لقطاع الجسم ويساوي اني نفرض انه كانت قوة الاحتكاك 2 نيوتر افرض انه الازاحة اللي قطاعها الجسم 2 متر يا عين عليك كوساين الزاوية بينهم الزاوية بين قوة الاحتكاك وبين الازاحة قديس شباب بنات انا وياكم اتفقنا انه اتجاه الازاحة للجسم دائما باتجاه حركة الجسم فالجسم بتحرك باتجاه اليمين باتجاه البلاس اكس اذا اتجاه الازاحة باتجاه البلاس اكس والقوة المؤثرة في الجسم اللي هي قوة احتكاك دائما وابدا عكس اتجاه حركته القوة المؤثرة الجسم بتحرك باتجاه البلاس اكس قوة الاحتكاك عكسه اذا قوة الاحتكاك جاي باتجاه السالب اكس شباب بنات فقداش الزاوية بينهم 180 درجة يعين عليك فكوسين 180 يعين عليك تعال احسبهم ويساوي الشغل يساوي 2 ضرب 2 أربعة ضرب كوساين المئة وثمانين هي عبارة عن سالب واحد فأربعة ضرب سالب واحد الشغل يساوي سالب أربعة جول يعين عليك الشغل المبذول من قوة الاحتكاك على هذا الجسم تساوي سالب أربعة جول تمام 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 طيب تعالوا نشوف هذا السؤال المهم جدا ركز ما التفسير الفيزيائي لكل من الشغل الموجب والشغل السالب المبذولين علي الجسم сколько تفهم إذا طلع معي مقدار الشغل بالموجب يعني كل هذا الجسم اكتسب طاقة شو صار عليه اكتسب طاقة لما يطلع معي مقدار الشغل المبذول على الجسم سالب 5 جول يعني هذا الجسم فقد طاقة شو فقد طاقة وبالفعل تعالوا مثلا على لما حسبنا أنا وياكم الشغل المبذول من قوة الاحتكاك على هذا الجسم طلع معاي السالب 4 جول يعني انه هذا الجسم فقد طاقة مقدارها 4 جول تمام لانه السالب هاي بتدل على انه الجسم هذا الجسم اللي قدامك فقد طاقة مقدارها 4 جول صح ولا لا صح وهذا الاشي منطقي جدا اساسا لو هذا الجسم ما فقد من طاقته عمره ما بيوقف بظلهم سفح حرام الله تمام فلازم يفقد من طاقته فعشان هيك تلع معي الشغل بالسالب معناها انه هذا الجسم فقد من طاقته سالب 4 جول او 4 جول تمام بما انه فقد من طاقته 4 جول شباب بنات وقف الجسم اما لو الجسم ما فقد من طاقة 4 جول ما بوكف طيب لو انا عندي جسم مثلا على سبيل المثال هاي جسم قدامكم واثرت عليه قوة بنفس اتجاه حركته او كان ساكن مهم اثرت عليه قوة اجيت انا حسبتيش الشغل لهذا الجسم طلع معي 5 جول هذا يعني ان الجسم هذا اللي قدامك هذا اكتسب طاقة فتحرك اكتسب طاقة معه طاقة حيتحرك مباشرة هذا الجسم حيتحرك لان القوة اللي اثرت على هذا الجسم كسبة طاقة لهذا الجسم فتحرك في منها بس لا اقل ولا اكثر اذا لما يكون الشغل مقدار بالموجب بلاس 5 جول معناها هذا الجسم اكتسب طاقة فتحرك لما يكون مقدار الشغل بالسالب معناته هذا الجسم فقط طاقة فوقف تمام تمام تعال لها السؤال طلع كيف الاسئلة بتجيك زيهك شوف لها السؤال ما ابسطه كثير بسيط يلا طيب طلع شو بقول لي بقول لي يسحب محمد هاي محمد يسحب محمد صندوق كتلة عشرين كيلو جرام يعيني عليك اذا كتلة الصندوق عشرين كيلو جرام على سطح افقي ركز 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 املس شو يعني سطح افقي املس يا استاد سطح افقي يعني جاي على محور الـ X هذا بنحكي علمه سطح افقي والسطح العمودة جاي على محور الـ Y بس مش على هذا الاشي انا عم بسألك عم بسألك عكلمة املس شو يعني لما يقول لي بالفيزياء هذا السطح املس كانت صح يزح معناها شباب بنات انه هذا السطح ما mają احتكاك تمام فاي جسم بيتحرك على هذا الصطح بيضل ساحب aye لحدود اطراف الكرة الارضية تمام بيضل ساحب على رمالة مباشرة لانه ما في احتكاك يوقف هado الجسم فلما يقولي هاد السطح هذا املس يعني هاد الجسم مايلو احتكاك اي جسم بيتحرك عليه عمره ما بيوقف شو عمره ما بوقف ضل يتحرك تمام نكمل على سطح أفقي أملس إزاحة أرجع اللون اللي كنت أكتب فيه إزاحة مقدارها 5 متر إذن معطيني كمان مقدار الإزاحة شباب بنات بوساطة حبل يميل على الأفقي هاي الأفقي الحبل هاي الأفقي الحبل يميل على الأفقي يميل على الأفقي بزاوي مقدارها 37 درجة هاي يراسم لك الرسم هو مبدئيا تمام؟ تمام تمام طيب خلنا أكمل لك كما هو موضح في الشكل إذا علمت أن مقدار قوة الشد هذه في الحبل 140 نيوتن فاحسب مقدار ما يأتي قبل ما نحسب مقدار ما يأتي اسمعوا لهذه النصيحة انتوا إياها وحطوها حلقة في دنياكم ونرجع ونقول للشباب وحطوها حلقة في دنياكم تمام؟ طيب شباب بنات شباب بنات شباب بنات رجزوا معي منيح دائما وأبدا للبداية شوف ركز للبداية في حل أي سؤال فيزيا عندي ثلاث خطوات الخطوة الأولى اقرأ السؤال للمرة الأولى فهما اقرأ وفهم وتعرف عليه اقرأه بأقصى تركيز بممكن بهدف أنك تفهم السؤال مش تباشر بحله تمام؟ تمام الخطوة رقم اثنين اقرأ السؤال للمرة الثانية للمرة الثانية لجمعين المعطيات وتحديد المطلوب يعين عليك الخطوة رقم ثلاثة المفروض كانت الخطوة رقم واحد اللي هي يقول بسم الله توكلت على الله ليش؟ لأنه أحيانا الطالب بيكون عارف يحل السؤال من ألف إلى يا بس ينسى شغلة صغيرة بتخليه يطلع بعد الامتحان يصفن صفن بالسقف ما يعلم فيها إلا الله وظل يقول أنا غبي أنا غبي طب ليش تنحط بهذا الموقف؟ أنا دائما مع أنه أنت تأخذ بالأسباب تتوكل على الله عند الامتحان تبرأ من حولك وقوتك تمام؟ وإن جاء إلى الله عز وجل ويقول بسم الله وتوكل على الله بنحاول رح وماش حتخسر إشي زي ما قال الشيخ محمد راطب النبيلسي الله يربع عنه صار يقول خذ بالأسباب كأنها كل شيء وقت الجد تتوكل على الله كأنها ولا شيء تمام؟ تمام؟ أعيني عليك ممتاز بواسط حبل يميل على وفق بالزاوية الزاوية مع طنيها 37 درجة القوة المؤثرة في هذا الجسم 140 نيوتن يعيني عليك شو مطلب مني؟ تعال تعالي قلم الحزيز شو مطلب مني شباب بنات مطلب مني أحسب الشغل المبذول على هذا الجسم طب واحد طالب منك تحسب له الشغل بتحط له قانون السرعة وتسامل مسافة الزمن تحط له قانون الشغل وين هي؟ هاي هاidi حسب لك هي الشغل يساوي القوة المؤثرة في الجسم ضرب الإزاحة التي قطعها الجسم في كو ساين الزاوية بين القوة وبين الإزاحة هاية يساوي القوة قداش ماعطنيها 140 ضرب الإزاحة التي قطعها الجسم قداش حكيلي بالسؤال 5 متر هاي 5 ضرب كو ساين الشباب بنات 37 لأنه الزاوية بين القوة القوة اللي هنا وبين الإزاحة 37 درجة شايفين ها أولا مش شايفينها شفت هذه القيمة دخل على الألة حاسبة طه تعلم معك الجواب إذا أستاذك برجع بقولك قول لأستاذ اسموح على الألة حاسبة إذا أقول لك أه دخل هذا الرقم على الألة حاسبة أمورك تمام 100% أما إذا أقول لك مش ما مسموحة معك لازم يعطيك كسيني 37 قديش إذا أقول لك مش هعطيك كوثيني 37 قديش بك تضطر تروح تحفظ قيمة ليه يهرب يجب عليكم دمائك الى أني دماته بتتكلم قسين 37 ع أن تتكلم علم الشاشطان 140 ضرب 5 ضرب كوسين 37 ضرب كوسين 37 559 جول الله هو اكبر الشول المبذول على هذا الجسم 559 جول تعالي تأكد من حالنا بالله نشوف حالنا صحيح ولا أنا أهبد قاعدين أنا وياكم 500 وقداش 559 أنا أطلع معهم خمسمية وستين تعال جاي نتأكد من الآلة حاسبة 140 ضرب 5 ضرب كوسين 37 علي الطرباش 559 في بيننا وفي واحد صح ولا لا صح ممتاز صح التلفون مكسر رسد فرجيكم 140 ضرب 5 ضرب كوسين 37 159 تمام تمام يعني انت ليش هاي وهذه القيمة هاي هاي على لحاسبة طلعت معانا هاي هاي تمام طلع للعلم عشان أحكي لكم شغلة بس والله مرة كنت أدرس طالب من هالطلاب في بيته فإيش أنا حليت له سؤال طلع معي الرقم مخالف تماما للمرقم موجود بالكتاب بس أنا متأكد متأكد من الحل مية بالمية هيك من حل هذا السؤال تمام ردت عدت مرة متنه ثلاثة واربع عندها ان حرجت شو بدأ أعمل شو بدأ أسوي روحت فتحت على الكتاب بدي اف آآ على الجوجل تمام لقيت انه في خطأ املائي مش بس ايك لما رحنا نجيب كتاب الطالب ونتأكد بينهم طلع في خطأ املائي هون رقم عندي وعند الطالب الرقم الصحيح اللي احنا طلعناه فمرات بكون فيه أخطاء املائية عادي لانو هذا الرقم اذا بتدخله على الآلة حاسبة روح يعطيه خمسمية وتسعة وخمسين جول خمسمية وتسعة وخمسين جول مش خمسمية وستين جول تمام تمام متوكلنا على الله ولاحظ ان قوة الجاذبية الأرضية عمودية سيبنا منه سيبنا منه هون safer يقول لك حسنا اى جسم في الدنيا عشان تكون فاهم لانو هذا الحكي مش معك بدك تفهم اى جسم باقي بأثر عليه مجموعة قوة واحدة قوة الجاذبية اللي هي f g وبعدين القوة العمودية تمام تمام القوة العمودية اسمها f عن الجسم بتحرك على fx فالقوة الجاذبية بتبدل شغل على هذا الجسم بقولك لا لانه الزاوية بين القوة وبين ازاحة الجسم تسعين درجة صح ولا لا صح فالشغل لقوة الجاذبية هذه صفر تمام ونفس الشيء القوة العام مديني هذا الحكومة مش معك تمام تمام طيب الشغل الذي تبذله عدة قوة ثابتة طيب شباب بنات عشان تكون الحصة بسيطة لطيفة على عقل خفيفة الحصة ان شاء الله تعالى بنهي لك موضوع الشغل كامل وبنخش على موضوع القدرة شباب بنات نشوفكم ان شاء الله تعالى بحصة سابقة شو سابقة قادمة يزم انت مالك لو ايتم ان شاء الله بنشوفكم بحصص قادمة باذن الله تعالى اي سؤال اي استفسار مهم جدا انك تنزل على اليوتيوب على صندوق الوصف بتلاقي رابط مجموعتنا على التليجرام لازم تكون غاد وشباب بنات اي استفسار جماعة الاول هنا وركز مع اي استفسار بدك تسأله تبعثلي على هذا الرقم 079 082 4849 شفت هذا الرقم القدامك اي اشي بصعوبة متواجهك بالمادة بعتلي ان شاء الله تعالى بفهمك بالتفصيل باذن الله تعالى شوفكم ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله